أستاذ ياسين التميمي كيف ترى هذا التحول من قبل المملكة العربية السعودية يعني بداية كانت مساندة للشرعية في حربها ضد الحوثيين اليوم هي تقوم بدور الوسط بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذا التحول كان له مقدمات والمقدمات لم تكن قصيرة كانت طويلة أخذت شكل تخلي تدريجي عن الدعم العسكري المباشر للجيش الوطني والمقاومة يعني تضييق مساحة المواجهات العسكرية في جبهة عديدة يعني حشر القوات التي تواجهها الحوثيين في الزاوية من حيث الخيارة والإمكانيات والخيارات إلى آخره قنوات الاتصال المستمرة بين الحكومة السعودية والحوثيين طبيعة تصور الفاعلين الدوليين للحل في اليمن لم يكن بطبيعة الحال ينحازل الخيار العسكري أو للحسم العسكري أو المواجهة العسكرية أو لما هو معلن من قبل التحالف العسكري الذي كان قد رفع سقف التوقعات فيما يتعلق بتدخله العسكري والذي كان وعد بأن ينتهي بإقصاء الحوثيين تماما وإعادة السلطة الشرعية وإعادة الأطراف اليمنية إلى التسوية السياسية إلى آخره كل هذه الأمور بطبيعة الحال كانت تؤشر إلى أن المملكة العربية السعودية يعني ليست منتجها نحو الحسم أصلا والتطور الأهم اليوم هو أن المملكة العربية السعودية أخذت الإشارة من الولايات المتحدة الأمريكية فاستطعت أن تحول الحرب في اليمن من أداه بيد المتشددين اليساريين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ورقة مناورة في الحقيقة تحولت معها المملكة العربية السعودية إلى مبائلة طرفا لصاحب المبادرة الجدية في إنهاء الحرب عرضت وقف شامل لإطلاق النار تقدمت الحكومة الشرعية ولم تقف خلفها فأخذت صلاحيتها سيادية وتصرفت باسمها وعمليا لم أعد أحد يذكر السلطة الشرعية بل أن المملكة العربية السعودية عملت على تغيير جوهري في رأس السلطة الشرعية بحيث تبدو كما نراها اليوم ضعيفة ومتصارعة ومنقسمة وغير متفقة على طبيعة الدور السيادي الذي يفترض أن تقوم به هذه السلطة الشرعية مجلس القيادة الرئاسي يعني هناك حظا في مجلس القيادة الرئاسي لا يرون مواجهات الحوثي أولوية بل يرون فصل الجنوب عن الشمال على سبيل المثال أو على الأقل يرون أن مستقبل اليمن سيتقرر من خلال حوار مع الحوثيين وضمان فصل الجنوب عن الشمال هناك مشكلة كبيرة في الحقيقة يعني جعلتنا نشهد تحولا بهذا القدر من الدراماتيكية لكن كما قلت ليس مفاجئا المملكة العربية السعودية أرادت أن تتحول إلى وسيط وهذا أعطاها قوة نعم سيجد لكن لحكة تحكم المشهد السياسي وأنا في تقديري مسألة بقاءها طرف الحرب أو وسيط سيعتمد على مقدار المكافأة التي يمكن أن تمنحها المملكة العربية السعودية للحوثيين نعم لكن عند بداية مساندة السعودية للشرعية في اليمن هي كانت تتوعد بأنه سيكون الحل وكذلك الانتصار على الميليشيا الحوثية خلال الأسبوع وهذا ما كانت تمني به الجميع اليوم بعد تسع سنوات تتحول إلى وسيط يعني هل الظروف هي التي جعلتها تعيش دور الوسيط في الوقت الراهن خاصة بعد التفاهمات السعودية الإيرانية أولاً ينبغي أن نكون على وعي ودراية بأن العربية السعودية لم تتصرف تحت الضغط في اليمن عسكرية لم تتصرف تحت الضغط حاربت أو تدخلت عسكرياً بأرياحية كاملة يعني تقريباً حيدت السلطة الشرعية بشكل كامل تعاملت مع الحوثيين كطرف مستهدف لكن لطفت المواجهة واختصرتها إلى حد كبير وتحولت الحرب على الحوثيين إلى برد وسلام على الحوثيين تغير الموقف الأدولوجي أيضاً من جانب المملكة العربية السعودية بفعل الدور الإماراتي التحول السياسي في المملكة العربية السعودية نفسها انتقال السلطة من إلى ولي العهد الحالي ساهم إلى حد كبير في تغيير المقاربة السعودية للمشهد اليمني باتت سعودية أكثر تطرفاً تجاه ما يفترض أنهم حلفاءها باتت تتحدث بشكل معلن عن الحوثيين باعتبارهم الطرف الذي يمكن أن تكون هناك تسوية معهم بشرط أن يكون كذا كذا لكن في نهاية المطافية بعد أن رفعت السقف وقالت أنها لا تحارب الحوثيين فقط وإنما تحارب المد الإيراني في النهاية انتهت إلى صفقة مع إيران والمسألة هي مرتبطة بشكل أساسي بالدور السلبي الذي لعبته الإدارة الأمريكية الحالية الإدارة الديمقراطية هي التي دفعت المملكة العربية السعودية إلى أن تغير مقاربتها بسرعة وتلتقط الإشارة من واشنطن وتسحب البساطة من تحت أقدام واشنطن وتتحول إلى طرف مؤثر تقريباً بشكل كامل في العملية العسكرية والسياسية إلى حد أن المبعوثين المبعوث الأمريكي المبعوث الدولي للسفراء الدول الدائمة للسفراء الغربيين باتوا خارج المشهد تقريباً ومتفرجون ومتفرجين ولا يدرون ما هي الخطوة القادمة